في الهيكل مكتوب عن بلاطوس اللي خلط دم اليهود بذباء احم في المذبح والبرج اللي سقط منه او قتل 18 شخص الفكرة انه يعني بغض النظر بسبب الناس القتل بسبب الناس او الكوارث الطبعية كان جواب المسيح الحق اقول لكم ان لم تتوبوا فكذلك جميعكم تهلكون يعني بغض النظر انت اللي بتسمع وعم بتتألم كمان اذا ما تبتش اذا ما تبتش كمان يعني مثل ما قال يسوع صوفة تهلك فاذا بغض النظر شو بصير من الادات الارهابية او الكوارث الطبعية التوقف بس متفرج وانك تتكلم عن الموضوع لكن بدون ما تعمل قرار في حياتك انت شو عملت من اجل المسيح لو انت مرت في نفس الظرف اللي مروا في احبائنا المصريين في الحافلة شو راح كيفك راح تتصرف اتمهل شوي تتصرعش احسب حساب النفقة اما بتكون فعلا تابع حقيق ليسوع مسيح او مش تابع وانا بدعوك اليوم انه فعلا اتتوب عن خطيئك تعترف فيها وتقر فيها امام الرب وتقوله يا رب ارحمني وتسلم حياتك للمسيح اقوله يا رب انا بدي انا عاوز الحياة الابدية اقوله انا عاوز الحياة الابدية لانك انت وعدت وعدت بالحياة الابدية انا عاوز الحياة الابدية وعاوز اسمي انكتب في سفر الحياة لو سألتك اليوم هل انت موافق معي اذا انت موافق اكتب لنا ابعت لنا ونحب نسمع منك بكل صرور